يقال إذا تم الشرب الماء قائما تنزع البركة ويقال إذا أكلت طعام قائما نزعت البركة ويقال إذا نثرت بقايا الطعام ذهبت البركة ويقال إذا كان المطبخ وسخا ونام أهله دون غسل للأواني نزعت البركة ويقال إذا وجدت بيوت العنكبوت في المنزل ولم ينظف أثرها تنزع البركة منه ويقال إن مسح الوجه بكم الثوبي ينزع البركة ويقال إن قدم الأظافر بالأسنان يسبب نزع البركة ولعلكم تقولون لماذا تردد كلمة يقال ويقال فمن هو القائل لهذه الأقوال بالتأكيد هذا يقوله الناس لا أنا ولكن شيخنا ماذا يقول يجب أن نعرف منه فنرجو منكم سيدي أن تخبروننا ما هو الصحيح فيما يتعلق بمثل هذه الأقاوال في الحديث عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال غسل الإناء وطهارة الفناء يورثان الغناء أي يبارك في مال من ينظه فناء بيته وأوانيه فإذا تركت الأواني بلا غسل بعد تناول الطعام فيها تنزع البركة وتلعقها الفئران والوزغات والحشرات وتنقل الفيروسات والبكتيريا لذلك لا يوضع الإناء إلا بعد تنظيفه وتغطيته بطريقة لا تدخل فيها الحشرات ونحوها أما بيوت العنكبوت سيروى أثر من سيدنا علي كرم الله وجهه فيها طهروا بيوتكم من نسيج العنكبوت فإن تركه في البيوت يورث الفقر يعني إذا لم تنظف بيوت العنكبوت من المنزل ينزع البركة ويسبب الفقر وأما مسح الوجه بكم الثوب ففي الفتاوى الرضوية المجلد الأول قال الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى المشهور بين العلماء ألا يمسح البدن بذيل القميص يعني بطرف الثوب مثلا البعض يمسحون به وجوههم ونقل هذا عن بعض السلف وجاء في رد المحتار ومسح وجهه أو يده بذيله هذا مما يورث النسيان وكذلك ننزع البركة بإطلاف بقايا الطعام ونزع البركة منه واضح لأنك إذا لم تتلف الطعام فقد وفرته وكان ذلك بركة وزيادة لك ففي الإطلاف سلب للبركة والإثم من أي نوع كان يسبب نزع البركة والتعاسة والثل والحسنة سبب للغزة والبركة وكذلك تنزع البركة بشرب الماء قائما يرب الماء جالسا سنة ومن شرب قائما لا نقول إنه ارتكب إثما لكنه ترك السنة وهل هذا يسبب نزع البركة أم لا في الحقيقة لم أقرأه صراحة في أي كتاب وجاء النهي عن ذلك في الحديث لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسيه فليستقع وفي هذا توبيخ وزجر أليس كذلك شرب الماء قائما غير مستحسن ولكن شرب ماء زمزم قائما سنة وكذلك شرب الماء الزائد عن الوضوء قائما سنة كمن يتوضأ من إناء مثل إبريق الوضوء لا من الحنفية لأن ماء الحنفية يأتي من الخزان فمثل هذا الماء لا يسمى زائدا من الوضوء لكن الإبريق الذي توضأت منه يكون لمائه المتبقي بركة وشربه مستحب كذلك أكل الطعام قائما ليس سنة فالسنة أن يؤكل الطعام جالسا بأن ينصب الآكل رجله اليمنى ويجلس على اليسرى وكذلك الجلوس على هيئة التشهد في الصلاة سنة أثناء أكل الطعام بأن يكون جالسا على ركبته وظاهرا قدمه رضم الأغافر بالأسنان مكروه عند السادة الحنفية ويخشى من إصابة مرض البرس والعياذ بالله أي يمكن أن يصيبه هذا المرض صلوا على الحبيب صلى الله على محمد